تذكر بأنه وصرحت وهذا تصرح خلالها العيام الأولى بعدها وأنه كل واحدة النقاشات عمومية غير مؤسسة لا فكريا ولا مجتمعيا وبالتالي الآن نقوم بهذه المراجعة دي المدونة الأسرة هي ليست مراجعة دي الخط دون الخط الآخر هذه مراجعة دي الأسرة المغربية بنسائها بأطفالها وبرجالها وبعلاقاتها الأحيانا المتعددة والمفتوحة والواسعة هذه هي مدونة الأسرة ليس فقط المرأة في هذا الموضوع فإذا القانون دي المدونة الأسرة هو القانون القوانين اللي يتسموا بواحد التطور كبير جدا تطور قانوني اللي خصوه يستجب إلى تطورات اجتماعية ثقافية اقتصادية وحتى أحيانا إنسانية فإذا خصنا نفكره في واحد القانون بخير زيب يعني عنده الإمكانيات دي الإيجاد أجوبة ومقتضايات توجيب على إشكاليات تعيشها الأسرة المغربية حماية لها من عدم الاستقرار حماية لها من التفكك وحماية أطفالها من التشرد وحماية المرأة كذلك من الخروج بدون سند فبالتالي أظن بأنه هذه هي الإشكاليات التي علينا أن نواجهها ثانيا اليوم أنا عضوة دي الهيئة أتحفظ لن أطيلة لكن هذه هي أنقلو الإشكالات ثانيا نحن في الهيئة اليوم وكان هناك صريح دي الآخر منصق للهيئة والسيد الدكي لقدم أنقلو الإحصائيات استقبلنا أعقدنا أكثر من 130 جلسة كذلك استمعنا إلى 52 جمعية غير حكومية بما فيها أتلافات وعدد من الجمعية فيها أتلافات لأنها منتشرة حلاء في الجهات الـ 12 إلى جانب أنه استمعنا للنقابات والأحساب إلى غير ذلك فاليوم نحن إلى جانب أنه إلى جانب هذه 130 جلسة كل جمعية وكل مؤسسة جابت المذكرة دينا كذلك كانت هناك واحد بلاتفورم إلكترونيك يعني البريد الإلكتروني وتوصلنا بأكثر من 30 كذلك مذكرة فإذن هذه المذكرات اليوم هي موضوع بالنقاشات دينا لبلورة مقترحات أولا انطلاقا من هذا النبض المتعدد متعدد فكريا متعدد اجتماعيا متعدد عقائديا متعدد اقتصاديا ومتعدد تقافيا وبالتالي كيف سنتمكن من أن نصوغة هذه لفعلا أن نقدم حلول ليس بصفتنا حداتيين أو محافظين بل بصفتنا بالأساس مغاربة جميعا نبحث عن حلول دقيقة وواضحة أولا دقيقة من حيثه حتى لا تأخذ التأويل ويكنت أحد الإشكالات التي طرحتها مدونة الأسراء 2004 تاليا في مضامين لا تخضع للتأويلات الواسعة لنتمكن من حماية وتالتا في الاجتهاد في عدد من القضايا التي أبانت خلال هذه العشرين سنة بأنها تطورت بشكل كبير وعلينا أن نجد الإجابة